بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا في شرح المحاضرة الخامسة من محاضرات كورس الالكتريكال ماشينز واللي نتكلم فيها عن الدي سي ماشينز بعد ما تكلمنا في الأجزاء السابقة عن كل هذه المواضيع نتعرف هنا على الدي سي ماشينز لسس والإفشينسي وكيف شكل هذه اللسس ووجودها في الباورفلو دايقرام للدي سي ماشين فبالنسبة للإفشينسي أو كفاءة الماشين معادلة الإفشينسي لأي إلكتريكال ماشين مثل ما شفنا في ترانسفورمر تساوي الأوتبوت باور على الإنبوت باور مضروبة في 100 والإنبوت باور دائما تساوي الأوتبوت باور زايد اللسس وبالنسبة لأنواع اللسس في الدي سي ماشينز عندنا أولا كبر لسس مفاقيد محاسية وهي أي كويل أو رزيستر يمر فيها كارنت وعندنا الكور لسس والميكانيكال لسس فالكبر لسس تشمل الأرميتشار لسس والشانت فيلد لسس والسيريس فيلد لسس فهذه كل المقاومات اللي يمكن أن ننشوفها في أنواع الدي سي ماشينز طبعا بالنسبة مثلا السيريس دي سي ماشين بالتأكيد الشانت فيلد لسس تساوي صفر لأنه أصلا ما فيه شانت رزيستنس فإذا لحساب اللسس هنا نستخدم قانون البي يساوي آي تربيع في الآر فهنا آي آي تربيع في الآر آي وهنا آي شانت تربيع في الآر شانت وهنا الآي سيريس تربيع في الآر اس فبكل بساطة لحساب مجموع الكبر لسس نضرب كل مقاومة في مربع الكرنت اللي يمر فيها ثم نجمع النواة تجمع بعض أما الكور لسس مثل الترانسفورمر تشمل الدي كرنت لسس والهيسترسيس لسس وبالنسبة للميكانيكا لسس فتشمل احتكاك البيارينج واحتكاك الكوموتيتر مع البراشز إضافة إلى ما يسمى بالويندج وهو الاحتكاك بين الأجزاء الدورانية والهواء داخل المشين ومن هنا أخذ هذا الاسم ويندج نسبة للويند وهنا نوع آخر من اللوسس وهي الفولتج درب على البراش وهذا يسبب لوسس وبما أن عندنا توبراشز يعني 2VB لحساب الباور نضرب الفولتج في الكرنت يعني اللوسس على البراشز تساوي 2 ضرب VB ضرب IA وعادة الفولتج درب على البراش يفرض بناء على نوع المادة اللي تتكون منها البراش فعادة الVB تساوي 2V للكاربون براشز طيب الكور لوسس والميكانيكا لوسس يجمعها مصطلح يسمى الروتيشنال لوسس وهذه معلومة مهمة جدا لو مثلا ذكر في السؤال أن الروتيشنال لوسس مثلا 1000 وات هذا يعني أن الكور لوسس زايد الميكانيكا لوسس تساوي 1000 وات في نوع آخر من اللوسس يسمى stray load لوسس وهي أي لوسس لا يمكن تصنيفها إلى أي من هذه اللوسس تشمل عادة عدم الدقة في تصميم المشين فعادة قيمة هذه اللوسس تحسب على أنها 1% من الفول لود انبوت باور للمشين ويكون مكانها هنا في الباور فلو ديقرام بحيث تكون مشمولة من ضمن الروتيشنال لوسس فكل هذه اللوسس في الدي سي ماشين تظهر على شكل حرارة داخل المشين ولها تأثير سلبي على أداء وكفاءة المشين فقلنا أن كل هذه اللوسس موجودة في الدي سي جنريتر والدي سي موتور الفرق فقط هو في اتجاه الباور فلو أولا في الجنريتر هذا الباور فلو الانبوت باور هنا طاقة ميكانيكية وتساوي الانبوت تورك في السرعة والأوتبوت باور طاقة كهربائية التيرمنال فولتج أو الأوتبوت فولتج في الأوتبوت كارنت فالإفشينسي تساوي البي autبوت على البي ايمبوت فإذن بما أننا هنا في البداية طاقة ميكانيكية فطبيعي أول لوسس تكون ميكانيكال لوسس ثم الكور لوسس كل المنطقة هذه في جزء الميكانيكال الآن بعد هذه المرحلة يتم تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية وتسمى الـ Default Power أو الـ Converted Power طاقة متحولة بعض الكتب تسميها Air Gap Power ومثل ما شفنا سابقا يمكن حساب الـ Default Power من هذه المعادلتين وطبعا هذا التورك يختلف عن الـ Input Turk فإذا الآن دخلنا إلى المنطقة الكهربائية لكن ما زلنا داخل المشين وما وصلنا إلى الـ Output أو إلى الـ Load أو بشكل عام إلى الـ External Circuit فهنا تبدأ الـ Electrical Loose ولتشمل الكبر لسس إضافة للبراش لسس وآخيرا هذه الـ Output Electrical Power وقلنا لو بنشمل Stray Load Loose من ضمن اللسس فبيكون مكانها هنا من ضمن الـ Rotational Loose فالآن نستنتج من هذا الـ Power Flow Diagram أن الـ Input Power تساوي الـ Default Power زايد الـ Rotational Loose ونقول أن الـ Default Power تساوي الـ Output Power زايد الكبر لسس أما بالنسبة للـ DC Motor فاتجاه الـ Power Flow على العكس تماما من الـ DC Generator فهذا الـ Power Flow هنا الـ Input Electrical Energy وهنا الـ Output Mechanical Energy بداية في الجزء الكهربائي بالتأكيد بيكون هنا كبر لسس بعد هذه اللسس تتحول الطاقة من كهربائية إلى ميكانيكية ومثلها بالـ Default Power فهذا الجزء الكهربائي وهنا الجزء الميكانيكي فإذا بعد الـ Default Power ندخل الآن في الجزء الميكانيكي بيكون بعدها الميكانيكال لسس والكور لسس وهنا Stray لسس وأخيرا هنا الميكانيكال Output Power وبنفس طريقة الجنريتر الـ Input Power تساوي الـ Default Power زايد الكبر لسس والـ Default Power تساوي الـ Output Power زايد الـ Rotational لسس فعند حل أي مثال يتعلق بهذه الحسابات مهم جدا رسم هذا الدياقرام واللي بيساعد بشكل كبير في استنتاج هذه المعادلات بدون الحاجة لحفظ أي معادلة طبعا في كل الحسابات والأمثلة اللي بنتعامل معها في هذا الكورس بنهم الأستري لسس في حال كانت مطلوبة قلنا عادة تكون قيمتها 1% من قيمة الـ Input Power للمشين ومكانها في الـ Power Flow Diagram تكون مشمولة في الـ Rotational لسس مع الكور والميكانيكال لسس جزء القادم بإذن الله بناخذ أمثلة تفصيلية توضح كل هذه المفاهيم ترجمة نانسي قنقر